لنتخيل أن لدينا شحنة واحدة بدل شحنتين موجودة في الفراغ لنرسم شحنة هنا وهي عبارة عن كيو كبيرة كيو كبيرة هذه هي الشحنة إذن هذه هي الشحنة وأريد أن أعرف إذا بإمكاني إضافة شحنة إلى هذه الشحنة ضمن نفس المجال ماذا سيحدث لهذه الشحنة هنا ماذا سيكون الأثار عليها ونعلم إذا كان لديها هنا شحنة معينة وكان هناك شحنة أخرى مثلا لنقول أنها تساوي واحد كولوم وكلهما موجب إذن سيتنافران وسيكون هناك قوة معينة تدفع بالشحنة الأخرى بعيدا وإذا كانت هناك شحنة سالبة وجودة هنا سيكون هناك قوة أكبر لأنهما سيقتربان إذن بشكل عام هناك مجال كهربائي حول هذه الشحنة وما هو المجال الكهربائي لا يمكن منقشة ما إذا كان موجودا حقا لكنه يسمح لنا بتفكير في هذه الشحنة التي تؤثر في الفراغ بشكل ما ستخلق مجال في حال وضعنا شحنة أخرى في هذا المجال وأستطيع أن أتوقع كيف سيؤثر هذا المجال على الشحنة لنضعه في كمية إذن القولوم هي القوة بين شحنتين القولوم هي القوة بين شحنتين وستساوي ثابت القولوم ضرب الشحنة الأولى وهي Q Capital وشحنة ثانية سنرمز لها بـ Q صغيرة مقسومة على المسافة إذن لنقول أن المسافة هي نصف القطر ويرمز لها أحيانا بالرمز R وهي المسافة بين الشحنتين ما نريد عمله إذا أردنا معرفة كم هي القوة المرادة لكن الشحنة عند أي نقطة تساوي المسافة بينهما لهذه المسافة نريد معرفة ما هي القوة لـ Q لنأخذ هذه المعادلة ونقسم كلا الطرفين على Q Small حسنا القوة هي سأغير اللون القوة لكل شحنة عند هذه النقطة لنسمي ذلك هذه بـ D1 ستساوي ثابت القولوم ضرب الشحنة الجسم الأول الذي يخلق المجال وهو Q مقسوم على المسافة وهي D1 D1 تربيع وسنقول بشكل عام هذا تعريف هذا تعريف المجال الكهربائي هذا هو المجال الكهربائي عند D1 إذا أردنا تعريف عام للمجال الكهربائي لنجعله متغير عام بدلا من مسافة معينة لإيجاد المجال لكل المسافات بالنسبة إلى Q إذن المجال الكهربائي يمكن تعريفه بثابت قولوم ثابت قولوم ضرب الشحنة التي تخلق المجال تقسيم المسافة التربيع في الأساس لقد عرفنا لقد عرفنا إذا كان لدينا قوة ونقطة في مكان ما حول هذه الشحنة الآن بإمكاننا إيجاد القوة على سبيل المثال إذا كان لدينا شحنة مقدارها سالب 1 كولوم سالب 1 كولوم والمسافة تساوي المسافة D تساوي لنقل أنها تساوي 2 متر في البداية لنقل ما هو المجال الكهربائي على بعد 2 متر ما هو المجال الكهربائي هنا؟ هذا يساوي 2 متر إذا المسافة 2 متر وهذا هو المجال الكهربائي حسناً المجال الكهربائي عند هذه النقطة سيساوي هذه كمية متجهة لأننا نقسم كمية متجهة على شحنات ذات كمية واحدة إذن المجال الكهربائي عند تلك النقطة سيكون كي ضرب كمية شحنة وهي كيو تقسيم 2 تربيع إذن 4 وهي المسافة إذا كنت تعرف المجال الكهربائي عند أي نقطة ستتساءل ماذا سيحدث لو وضعنا شيء هنا؟ إذن ماذا ستساوي القوة؟ إذن القوة ستساوي الشحنة التي وضعناها هنا ضرب المجال الكهربائي عند تلك النقطة في هذه الحالة فإن المجال الكهربائي عند تلك النقطة والوحدة للمجال الكهربائي تساوي نوتن لكل كولوم نوتن لكل كولوم وهذا منطقي لأنها قوة مقصومة على شحنة إذن نوتن لكل كولوم إذا قلنا أن الشحنة الكهربائية لنضع أرقام حقيقية لنفرض أن هذه ستكون رقم كبير لنختار رقم لنفرض أنها 1 ضرب 10 قوة سالب 6 كولوم 1 ضرب 10 قوة سالب 6 كولوم إذن ما هو المجال الكهربائي عند هذه النقطة لنغير الألوان مرة أخرى إذن ما هو المجال الكهربائي عند هذه النقطة؟ المجال الكهربائي عند هذه النقطة سيساوي ثابت الكولوم وهو 9 ضرب 10 قوة 9 ضرب الشحنة التي تولد المجال ضرب 1 ضرب 10 للقوة سالب 6 كولوم والمسافة هي 2 متر إذن 2 تربيع وسيساوي 9 ضرب 10 للكوة 3 تقسيم 4 إذن هذا سيساوي 2500 تن يوتن لكل كولوم نعلم أن هذا سيولد مجال يبعد 2 متر إذن القطر هو 2 متر تقريبا هذه هي الدائرة هذا سيولد مجال بحيث إذا وضعت شحنة بواحد كولوم عندها القوة التي تبذل عند الواحد كولوم للشحنة ستساوي 1 كولوم ضرب المجال الكهربائي وهو 2500 نيوتن لكل كولوم إذن القولوم يلغى ويبقى لدينا 2500 كولوم وهذا كثير لأن الواحد كولوم هو شحنة كبيرة جدا والسؤال الذي يجب أن نسأله إذا كان هذا إذا كان هذا واحد ضرب 10 للكوة سالب 6 في أي اتجاه ستكون القوة؟ إذا كان الاثنين موجبان إذن القوة ستكون للخارج صحيح إذن لنأخذ هذه الملاحظة ونرى إذا يمكننا أن نرسم المجال الكهربائي ولمعرفة ماذا سيحدث إذا جعلنا الشحنة في منطقة حول المجال هناك عدة طرق لتصور المجال الكهربائي إحدى الطرق إذا كان لدينا شحنة هنا شحنة Q كيف سيبدو الطريق للشحنة الموجبة؟ إذا وضعناها في مكان قريب هنا إذا وضعت شحنة موجبة هنا فإن الشحنة الموجبة ستصارع للخارج هكذا ستصير بشكل مستقيم للخارج ستتصارع بمعدل متناقص حيث أنها ستكون قريبة جدا إذا ستتصارع للخارج وإذا صرنا أبعد وأبعد فإن القوة الكهربائية لهذه الشحنة ستصبح أضعف وأضعف وكذلك المجال سيصبح أضعف وأضعف هذا الطريق يكون كطريا للخارج لهذه الشحنة الموجبة وإذا وضعتها هنا ستكون قطرية الخارج هنا بهذا الشكل ستكون بخط مستقيم يجب أن أستخدم المصدر وإذا كانت هنا ستخرج بهذا الشكل إذا ستخرج بهذا الشكل ولو كانت هنا ستخرج بهذا الشكل أعتقد أن الصورة واضحة الآن عند أي نقطة شحنة تجربية الموجبة ستخرج بعيدا عن الشحنة كيوب بشكل مستقيم وتصل إلى درجة معينة وهذا يسمى مجال كهربائي والمقياس لقوة المجال عندما نأخذ منطقة لنأخذ منطقة لنرى مدى وجود الشحنة هنا إذا أخذنا منطقة أخرى هنا أعرف أن هذا ليس واضحا لكن هذه ليست وسيلة لنفهم ذلك لنقوم بالغاء هذا يمكنك أن تتخيل إذا كان لي الكثير من الخطوط مثلا لو غطيت هذه المنطقة عندي اثنين من الخطوط وإذا قمت بعمل نفس الشيء هنا ثم لدي واحد فقط من الخطوط المجال يمكن أن تتخيل هذا وهذا منطقيا لأنه كلما اقتربت أكثر وأكثر إلى المصدر فإن المجال كهربائي للشحنة يصبح أقوى طريقة أخرى لنوضح ذلك لنظهر قوة المجال عند كل نقطة دعونا نقول أن هذه هي شحنة Q وإن شحنة أخرى قريبة منها كلما كانت قريبة هذه النقطة فإنها ستتجه بهذا المتجه إذن ستكون القوة بهذا الاتجاه إذن نستطيع رسمها عند كل نقطة هذه النقطة هذا المتجه هذا متجه المجال كهربائي وإذا سن أبعد للخارج لخارج المتجه سوف يختفي سوف يختفي هذا يجب أن يكون أقصر وهذا أقصر صحيح يمكن اختيار أي نقطة وتقوم بحساب المجال الكهربائي له وكلما سرت أبعد كلما كان متجه المجال الكهربائي أقصر بشكل عام هناك عدة أشياء لرسم المجال الكهربائي من أجلها لنفرض أن هذه الشحنة موجبة وهذه شحنة سالبة لنغير اللون إذا أردت رسم المصال لشحنة الأختبار الموجبة ستذهب كطريا من هذه الشحنة وكلما تبعد أكثر وأكثر ستصبح الشحنة هنا كلما اقتربت للشحنة السالبة ستصبح أقوى ستسير نحو شحنة سالبة وهذه الأسهم تسير في أنها ستسير في هذا الاتجاه وإذا سرت بهذا الشكل فإن معدل التسارع سيتباطى وعندما تقترب من الشحنة السالبة فإنها ستكون أسرع ونفس الشيء إذا كان لدينا شحنة اختبار فإن هذا المصار سيكون هكذا إذا كنت هنا فسيكون مسارها هكذا وعند نقطة معينة مسارها لن يعود إلى هنا وهنا سيكون أو ستسير بشكل خط مستقيم وعند نقطة معينة هذا سيسير بشكل مستقيم وشحنة الموجبة ستكون منجذبة لشحنة سالبة وهذا بشكل عام هو المجال الكهربائي ويمكن أن نستخدم طريقة المنطقة الصغيرة ونرى إذا اخترنا منطقة فإن المجال الكهربائي سيكون أضعف بكثير من المنطقة القريبة من الشحنة أتمنى أن كان ذلك واضحا إنه حقيقة تخيل ما هو التأثير على شحنة اختبار إذا قربتها من شحنة أخرى حسنا لنأخذ مثال بسيط جدا احسب القوة الكهروستاتيكية بين شحنة مقدارها 6 ضرب 10 للكوة سالبة 6 إذن الشحنة مقدارها 6 ضرب 10 للكوة سالبة 6 لا ليس هذا السؤال إذا السؤال ما هي القوة المؤثرة على الإلكترون التي تقع في مجال كهربائي خارجي حيث المجال الكهربائي هو 100 نيوتن لكل كولوم في هذه النقطة بغض النظر عن المكان القوة بشكل عام ستكون الشحنة ضرب المجال الكهربائي ولدينا إلكترون إذن الشحنة ستكون سالبة نعلم أنها سالبة إذن علمنا أن شحنته هي 1.6 ضرب 10 للكوة 10 للكوة سالبة 19 كولوم ضرب 100 نيوتن لكل كولوم إذن الكولوم يلغى وهذه 10 تربيع وهذه 10 قوة 2 أيضا نقص 19 إذن هذا سيكون القوة ستكون سالبة 1.6 بالعشرة ضرب 10 للكوة سالبة 17 إذن هي مسألة سهلة لفهم ما هو المجال الكهربائي وكيف أن قوة المجال الكهربائي تكون أقوى في المسافة القريبة من الشحنة وتضعف بالبعد عن هذه الشحنة إذن أراكم في الفيديو التالي